بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد هنتكلم النهاردة ان شاء الله يا جماعة عن ال data types انواع البيانات في الجافا سكريبت الجافا سكريبت فيها انواع بيانات كتير جدا هنتكلم عن اسمائهم وطبعا كل واحدة فيهم هنتكلم عنها بالتفصيل الممل لانها عالم كبير يعني النهاردة بس هنعرف الانواع يعني ايه هي انواع البيانات ونشوفها نجربها في المتغيرات بتتكتب ازاي وبتتعامل ازاي وبعدين هنعرف بعد كده في كل درس كل واحدة فيهم هتكون ليها درس مخصص يتكلم عنها بالتفصيل الممل ان شاء الله طيب عندنا انواع البيانات ايه صفحة اخر صفحة اشتغلنا عليها هناخد منها بس متغير واحد بس نسيبه اللي هو المين برايس ده وهنمسح ده كله وهنبدأ نشوف ايه هي انواع البيانات اللي عندنا اول حاجة من البيانات اللي عندنا حاجة اسمها بولين البولين يا جماعة يعني معناها المنطق يعني بتاخد كنتين بس بتاخد حاجة اسمها true و false يعني ايه true و false true يعني حقيقي false يعني غلط غير منطقي يعني طيب يعني ايه برضو انا استخدم البولين دي ازاي البولين دي تستخدم في الدوال الشرطية يعني اما اجي اعمل شرط يتحقق اقول له له الشرط ده true مثلا اعمل لي حاجة معينة لو مش true اعمل حاجة عكسها وطبعا هنتكلم عن دلة f والدوال الشرطية برضو في درس قدام شوية ان شاء الله بالتفصيل برضو طيب طب عايزين نعرف ازاي انا افهم برضو يعني ايه يعني ايه اشتغل بيها true و false يعني هعمل بيها ايه طيب نقول مثال بسيط يعرفنا احنا ممكن نعمل ايه بال true وال false دول اول حاجة يكون عندي انا منتج هنا div id test مجرد test div بس للتست التست ده خلينا نحط فيه document dot get element buy id سميه test طبعا زي ما هو وهاجي هنا وقول له dot inner html بيساوي واكتب main price ده المين برايس يا جماعة الدف بتاعي هنا هيكتب لي المين برايس اللي هو 450 طيب هاجي انا هنا وهعمل variable تاني هسمي discount او كلمة have discount او has discount بالشكل ده ده variable انا سميته has discount has discount ده انا هكتب عليه true بس مش هكتب فيه اي حاجة تاني سطر سبعة space تمام كده الhas discount true يعني ايه has discount true عايز اقول له انا في الدوال الشرطية هقول له لو المنتج ده عنده الامكانية ان يتعمل فيه discount اخسم لي منه كذا طب لو ما فيهوش الامكانية خلهولي زي ما هو طيب تعالوا نعمل مثال بسيط كده جدا 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 حاجي هنا هقول له if مثلا عايز اقول له ايه if has مثلا discount يساوي true اعمل ايه بقى لو discount true اعمل ايه هقول له main price var main price يساوي بدل ربعمائة وخمسين يا جماعة هخليه تلتمائة وخمسين مش ربعمائة وخمسين تمام نشيل المسافات هنا عشان هو مش عايز مسافات بالشكل ده نعمل تلاتة يساوي طبعا ده اللي تقف هيجي حد يقول لي انا مش فاهمها دي جديدة علي ما هي جديدة عليك ولسه قدامك شوية عشان تفهمها لسه عنشرحها في الدرس الخاص بيها لكن هنا عايزين نعرف ايه البولين دي ايه true وايه الفولز ايه الكلام ده طيب عايز اقول له لو الhas discount دي true يعني لو المنتج ده has discount ليه discount خليه للvar main price بيساوي تلتمائة وخمسين طب لو هو ما يسويش else غير كده يعني يعني بقول له دلوقتي غير كده اعمل ايه المين برايس يساوي ربعمائة وخمسين زي ما هو وشيل المين برايس ده شيله من هنا خالص مش عايزينه خليه كده بالشكل ده طيب تعالوا نقرأ الموضوع من الاول خالص عشان نفهم var has discount بتساوي true هكتب هنا عليها check if the product has discount or no حلو كده وهقول له هنا true نعملها small عشان ناس ما طلعبات true بتساوي yes has discount طب ما اقرأيكم نكتب دي فوق عشان الموضوع عشان الموضوع يكون صغير وما يحتاجش مننا دوشة نعمله multi line comment ونبدأ نكتب هنا بالشكل ده هقول له check if the product has discount or no وهنزل تحت اقول له true بيساوي yes has discount false بيساوي no it hasn't no discount او it have no discount طيب لحد دلوقتي في مشكلة ما فيش اي مشكلة طيب السطر 15 unexpected space هنا مزبوط هنا بقول له يا جماعة ايه بقول له مش هيكلة على المنتج لو المنتج في true بالشكل ده has discount true يبقى عيوة المنتج ده في discount طب false false no it has no discount يبقى انا لو كتبت هنا كلمة false يبقى ده مش هيكون في discount لو كتبت true يبقى في discount طب تعالوا بقى نشوف انا دلوقتي كاتب ايه انا بقول له اللول has discount بتساوي تساوي تساوي true لو هي true يبقى المين برايس بتاعي الفاريابل اللي اسمه مين برايس تمنه 350 دولار else غير كده غير كده اللي هي ايه عكس true الفاريابل غير كده خليني من برايس 450 زي ما طب تعالوا نشوف ايه لا يحصل ادي السعر 350 ليه 350 عشان انا كتبت له هنا true يبقى بقول له لو true 350 غير كده 450 خمسين طب تعالوا نكتب false بالشكل ده لو المنتج has discount false يبقى ملوش discount هكتب هنا comment بسيط false mean has no discount يبقى المنتج ده ملوش discount يبقى ايه سعر من دول اللي هيطبق السعر ده هكتب هنا if has no discount وهكتب هنا فوق if has discount لو هنا في discount هيديني السعر ده لو ما فيش discount هيديني السعر ده طب دلوقتي في discount ولا ما فيش ما فيش انا كتبت false هروح اشوف هيديني 450 مظبوط اذا انا كده عرفت يعني ايه بولين يا جماعة بولين دي اول حاجة في ال data طيب عندي هكتب عليها اهي true و false دي القيم بتاعتها خلاص نشيل ده كله ونبدأ نشوف حاجة تانية نتكلم عنها غير true وال false تاني حاجة يا جماعة خلي دي معمول لها ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني تاني حاجة يا جماعة بعد البولين حاجة اسمها و هنتكلم عنها بالتفصيل الممل الارية يا جماعة هتقابلها في جميع 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 لغات البرمجة وهنتكلم عن الارية والأوبجيكت وكل الكلام ده في الدروس الخاصة بي الارية بس النهار ده بتتكتب ازاي الارية الارية بتتكتب جوا الكوسين دول اللي بتعمله بحرف الجيم والدال وبعدين دابل كوتس جوا علشان تكتب اسم الحاجة ونفترض ان انا كتبت موقع زي الفيسبوك دوت كوم مسلا بعدين افصل الارية يا جماعة بتتكتب بالشكل ده طب معنى كده انا ازاي اكتب اكتبها جوا المتغير عادي جدا هكتب فار مسلا هكتب بالشكل ده المتغير اللي اسمه بيساوي الاريز دي بالشكل ده اهو نفوش اي مشكلة طب لما اجي اطبع الاريز الاريز بتتتبع بالشكل ده لا يا جماعة بتتتبعش بالشكل ده الاري اسمها الاريز حاجة اسمها هنتكلم عنها بالتفصيل الممل شوفوا طبعها لنا ازاي طبعا لكل حاجة طب انا مش عايز كده عندي انا حاجة اسمها اطبع لي واحدة من الاريز اول واحدة لو عملت واحد بالشكل ده يطبع لي الي هو تاني واحد في الاندكس اتنين اللي هي اخر حاجة في الاندكس 0 1 2 يطبعها لي بالشكل ده طيب انا يا جماعة حد يقول انا مش فاهم يا عم الاري دي صعبة انا فعلا مش فاهم ها اكيد اوكي لان الاري جديدة عليك برضو وهنتكلم عنها في الدرس بتاعها هنا المهم تعرفوا ان ده نوع من انواع الداتا طيب اللي في الجاباسكريبت يبقى اتكلمنا يا جماعة عن البولين الترو والفولز وتكلمنا عن الاري وندخل في اللي بعدها على طول وهي الابجيكت الابجيكت يا جماعة بيكون برضو في بيانات بتتكتب ازاي البيانات دي المرة دي هتتكتب جوه بالشكل ده طيب البركتس دي بتشيل حاكتين جوه مش زي الاري بقى واحدة بتشيل حاكتين جوه الحاكتين دول بيكونوا حاجة تعريف لحاجة ولنفترض ان هكتب مسلا كلمة نقطتين اللي انتم شايفينهم دول وجوه ده هكتب مسلا اسامة بعدين بعدين اكتب بطريقة الكامل كيس نقطتين وبرده واكتب محمد مسلا ده يا جماعة الابجيكت طيب برضو الابجيكت ده انا بكتبه ازاي نفس الموضوع ما فيش اي اختلاف نفس اللي انا كتبته هنا هكتبه هنا بالشكل ده المرة دي بقى هيتبعلي ازاي تعالوا نشوف هيتبعه ازاي ده شكل الابجيكت اوبجيكت اوبجيكت شايفين مش جايب لي اي حاجة ليه هو ما جايب ليش حاجة انا اضطله بدل سوشيال ويبسايت خليه ماي انفو عشان يبقى البيانات ماي انفو ماي انفو طبعلي الاوبجيكت بالشكل اللي هم شايفينه ده لانه مش فاهم حاجة ماي انفو جاب لي فرس نيم ولست نيم اوبجيكت اوبجيكت هو مش فاهم ان عايز منهم لكن لو كتبتله ماي انفو دوت فرست نيم بالشكل ده تعالوا نشوف هيحصل جاب لي اسامة ده يبقى ماي انفو دوت واسم الاوبجيكت اللي عندي هنا ده اوبجيكت ده اوبجيكت طب لو قلت له my info last name بالشكل ده هيجيب لي محمد شايفين انما لما قوله my info بس جاب لي object object هو مش فاهم حاجة هو مش فاهم انا عايز اجي بيه طيب برضو يجي واحد يقول لي تاني يا عمي الobject انا مش فاهمها الobject بسيطة لكن هنشرحها في درسها المهم نعرف كالعادة هكرر نفس الكلام المهم نعرف يا جماعة الobject كنوع من انواع ال data type الموجودة في ال javascript طيب اتكلمنا عن البولين كلمنا عن ال array كلمنا عن ال object نتكلم عن حاجة اسمها string اللي string هو عبارة عن text بيكتب بالشكل ده javascript ده اسمه string طيب تعالوا انا هنا هقول له my info او my name ايه هو الماي نيم اسمه اسمي انا اسامة ده ال string بيكتب جوه double quotes او بيكتب جوه single quotes اهو my name اسامة طيب نجربه كsingle quotes ونشوف عادي single quotes اهو طيب نحن كده في double quotes في single quotes طيب في ناس بتكتب كلام والكلام ده بيكون فيه او حد عايز يكتب كومنت جوه والكومنت ده بتحط جوه double quotes هو انفى احط double quotes جوه double quotes لا في البرمجة لا علشان تحط double quotes يبقى الحاجة اللي جوه هتكون single quotes والعكس صحيح علشان احط انا برا single quotes يبقى الحاجة اللي جوه double quotes تعالوا نجرب الكلام ده هقول له my name is اسامة محمد وعايز اكتب هنا كومنت ولياكم مسلا بالشكل ده بصوا حتى البلاكتس مش مش سمح لي ان انا اعمل الحركة ان انا اكتب double quotes جوه double quotes شايفين طيب هقول اسامة محمد واللقب مسلا زيرو بالشكل ده تعالوا شايفين كم error تلع سبع errorات طب تعالوا نشوف هنا شايفين un quote syntax error في error في syntax الكود كده غلط double quotes جوه double quotes ما ينفعش طب لو انا عملت دي كده هنا بالشكل ده وحطتهم جوه اصلا double quotes حصل حاجة تحت مفيش في error مفيش موجود اسامة محمد وهنا zero بين double quotes بين single quotes ااسف شايفين ده كده السنتاجس سليم طب تعالوا نعجز هحط هنا single quotes هنا وهدي single quotes تانية وهنا هعمل double quotes جوه بالشكل ده حصل حاجة يا جماعة ما حصلش اي حاجة في error تلع مفيش يبقى انا حطيت double quotes جوه single quotes والعكس المهم في موضوع ان انت تعمل الصحيح طيب يجي حد تاني يقول لي انا عايز اعمل كله single quotes الوقت ايه الحل اسامة محمد وعايز اكتب هنا جوه تاني double quotes تاني zero اعمل ايه ساعتها يا جماعة تعمل اسكيب بالشكل ده لل double quotes. وما فيش اي error هيطلع لك. شايفين? الاسكيب بتعمل بالاسلاش دي تحطها قبل ال double quotes هنا وهنا قبل ال double quotes. دي بتعمل اسكيب بتقول لي javascript engine اعملي اسكيب لل double quotes دي من البرمجة. طلعيها من دماغك. حطيها كاراكتر عادي. يبقى انا كده عملت لها اسكيب. بالشكل ان شايفينه ده هتطبقوه في لغات تانية كتير زي البيتش بيه برضو بتعمل اسكيب لل double quotes بالطريقة دي. يبقى انا عرفت ان دي بتقول له بتقول اللغة اعمل لي اسكيب للحرف ده. اعملهولي اسكيب من البرمجة وخلهولي كحرف عادي. طيب. ده يا جماعة عرفنا يعني ايه بيكتب ازاي? عبارة عن نص. طيب. ندخل على النوع اللي بعده وهو. النمبر. النمبر موضوع كبير في الجافا سكريبت. وفيه شغل عالي. ماي ايج. نمبر ماي ايج هيكون نمبر رقم ماي ايج تنين وتلاتين. الرقم يا جماعة بيتكتب هنا تعالوا حط ماي ايج هنا. ونشوف. الرقم يا جماعة بيتكتب من غير double quotes ولا single quotes زي ما انتم شايفين. طب ليه? ايجي حد يقول لي ليه مكتبوش كده? اهو اتنين وتلاتين. ومن غير double quotes برضو اتنين وتلاتين. طب ليه ما بيكتبش كده? ليه? حد يقول لي ليه? ليه ما تكتبوش كده? يعني ليه اكتبو كده وما اكتبوش بال double quotes? او ليه اكتبو بال double quotes وما اكتبوش مسلا كده? ما هو انا عايز اعرف الفرق? طيب الفرق بسيط جدا. الفرق بين النمبر والسترينج بسيط جدا وسهل تعرفوه. هنا هعمل كومنت بسيط هقوله. اتنين وتلاتين is not اتنين وتلاتين. ليه? ليه برضو? اريسا فهمتش ليه اتنين وتلاتين دي غير اتنين وتلاتين دي. تعالوا هنا اقول له ماي ايج اتنين وتلاتين زائد عشرة. هل هيطلع اتنين واربعين? لا. مستحيل. طلع اتنين وتلاتين وجنبها عشرة. ليه? طب ليه تلع كده? لان ده سترينج. واللي سترينج ما نفعش اجمعه مع نمبر. لكن قبل ما حط ال double quotes كان ده نمبر. ده نمبر. وده نمبر. الجافا سكريبت هتعمل عملية وتعمل له وتحسبهم مع بعض وتطلع لك الناتج اتنين واربعين. لكن هنا ده رقم كاني بقول له اسامة. كاني بقول له اي حاجة. حطيته جوا double quotes يعني حولته لسترينج. جات الجافا سكريبت. لغة سمارت. حطت لك ده. ولقيت بعديه علامة زائد. ولقيت رقم. الرقم ده ما ينفعش يعني كمنطق ما ينفعش ان الرقم يجمع مع اسم. دول مش طبع بعض. فما ينفعش يحول لك الرقم لكن ينفع العكس. يحول لك الرقم لسترينج. فالقيمة اللي قدامك دي بالزبط بالزبط جائمنا كاتب كده. تلاتة اتنين زائد عشرة. هيحصل ايه? هيطلع لك النتيجة تلاتة اتنين عشرة. وده الدرس الجاي اللي هنتكلم فيه ان شاء الله هو الدرس اللي هو ازاي يعمل سلسلة بين اتنين واربطهم ببعض وهو ده هنتكلم فيه بالتفصيل الممل. بس النهاردة نشوف في الدرس ده الفرق بين اتنين وتلاتين دي واتنين وتلاتين من غير يعني شوف الفرق بين النمبر والسترينج. فهاجي هنا كتب له النمبر بيساوي تلاتة اتنين كده. ده النمبر ده ما ينفعش اجمعهم على بعض في الحساب. يعني الماس الخاص بالجافا سكريت ما يجمعهم لكش عن بعض. فبيحول ده زي ده بالزبط. فبيحط لك تلاتة اتنين بعدها عشرة. عما طول ماروش دعوة بالحساب. كده عارفنا يا جماعة يعني ايه نمبر في الداتا تايب. اتكلمنا عن البولين. اتكلمنا عن الاري. اتكلمنا عن الابجيكت. اتكلمنا عن السترينج. اتكلمنا عن النمبر في انواع داتا تايب كتير. زي مسلا الان ديفاينج. وده الخاص. ده الخاص بالفاريابول لما انت متحطش فيه فاليو. يعني ايه الكلام ده? يعني لو انا جيت فار ماي اتش. بالشكل ده ما حطتلوش اي حاجة انا اهو. وتعالوا نعرضو هنا هيقول لي انديفاينج. ده الديفولت داتا تايب. الداتا تايب اللي المتغير اللي انت بتحطش فيه بيانات بيتعملو انديفاينج. غير يعني اه غير يعني ملوش وصف انديفاينج. طيب. انديفاينج دي عندنا حاجة زيها داني اسمها نال. وعندنا حاجة تانية زيها اسمها ودي بتساوي نوت اي نامبر. نوت اي نامبر. وعندي حاجة اسمها نال نفس الموضوع. كل الحاجات دي هنتكلم عنها في وقتها. كل الحاجات دي هنعرف الفرق بين ونال. علشان ما ادخلكوش في موضوع كبير واحنا لسه مشرحناش اصلا الباقي ده. لكن دي انواع من انواع الداتا تايب. وعندنا حاجة جديدة في برضو تقدر تقرأ عنها في مواقع وبردو هنتكلم عنها ان شاء الله. عندنا انواع داتا كتير زي ما انتم شايفين. في مواقع كتير مش بتشرح لك غير حاجة غير تات حاجات. والنمبر والبوليين. في مواقع تاني ممكن متقدمة شوية تشرح لك بالتفصيل والكلام ده كله. احنا ان شاء الله في الكورس هنشرح كل حاجة من الحاجات دي بالتفصيل المويل. الامثلة اللي انتم شفتوها دي يا جماعة. امثلة بسيطة. بوليين دي لما عملت عليها مثال مش بس كده الموضوع خلص. لسه. ان شاء الله هنشرح فيها حاجات كتير جدا. طيب. عندنا حاجة. في الجاوا سكريبت. اسمها طيب اوف. طيب اوف يعني نوع كزا. نوع الحاجة دي ايه? ده. نوع ايه? شايفين? طيب. ده نرجعه تاني بيساوي. فاكرين وكتبنا احنا true. true. تمام? وهكرره لنفس الامر. my age. طيب اوف my age. لحظة واحدة نكتب. var my age بيساوي true. بعدين نعمل الرفريش للصفحة. واكتب له. طيب اوف my age. طيب اوف my age. كتب لي ايه يا جماعة قدامكم? بوليين. اهي? لها true و false. طيب. نعمل له الاريز. الاري يا جماعة بيعملها بتعملها على انها نوع من انواع الابجيكت. برضو. youtube.com كفاية دول. واقول له المرة دي. ريلود. وبعدين اقول له. طيب اوف my age. اوبجيكت. شايفين? نوعها اوبجيكت. طيب اوف ده بيطلع لك نوع ال data type اللي هنا. هي ال data type اللي بعد ال assign operator. لما تقول له my age بيساوي كزا. دي ال data type. بيطلع لك نوعها type off ده. طب تعال نشوف الابجيكت. اللي هو ده. نفس الموضوع هيقول لك برضو ان ده اوبجيكت. اهو. اوبجيكت. طيب. نعمل له المرة دي. بالشكل ده. اهو. بيساوي طيب. نعمل له احنا ايه تاني? رقم? مية. ريلود. نمبر. نوع ال data type ده نمبر. شايفين? طيب لو قلت له my age بس. اعمل ريلود. طبعا زي ما انتم شايفين دي اول حاجة اصلا جربناها. مالوش قيمة. طيب لو عملت له بتساوي نال. مسلا. قيمته برضو اوبجيكت. النال حاجة. النال غير ال 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 بيتعامل معاملة ال اوبجيكت. ولما نتكلم برضو عن ال اوبجيكت اعرفه ليه انا عملته كده. طيب. اه اخر حاجة عندنا. اه خلاص هي النال اخر حاجة عندنا. النوت انامبر والسيمبل دول ليهم موضوع تاني يعني. طيب. دلوقتي عرفنا من ال type off. انا ازاي اعرف نوع ال data type اللي عندي. واتكلمنا عن ال data type كلها بالشكل اللي انت شايفينه ده. undefined طبعا. وعرفنا يعني ايه data type? وعرفنا ازاي ندمجهم مع طبعا. ازاي ال data type دي اللي بتيجي بعد ال assign operator. طيب شفتم تلوقتي ال data type ان شاء الله بسيط عليكم. وكل حاجة من الحاجات دي الليها دارس. البولين ده ليه دارس. والاري ليه دارس. والاوبجيكت والنمبر. وفي نفس الوقت الموضوع ما انتهاش لسبب بسيط ان انت هتمر بكل الحاجات دي في كل الدروس التانية. يعني نيجي نعمل و هنستعمل و هنستعمل والنمبر. و هنستعمل كل حاجة. فزي ما ان شايفين لما قلت لكم في درس الدرس اللي فات. قلت لكم ان ما انتهاش قصته كده. هتدخل فيه تاني. وهتتعامل مع تاني. وهتشوف كل حاجة فيه في كل الدروس اللي جاي. طيب يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط عليكو. يكون عاجبكو. ما يكونش طور ان شاء الله. والدرس الجاي مكمل للدرس ده هيتكلم عن حاجة اسمها الكونكاتينيشن وازاي يعمل كونكاتينيت للفاليو الخاصة بالفاريابولز وازاي يربطهم ببعض وهنتكلم عن موضوع النمبر لما دمكته مع السترينج عمل ايه هشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي وشكرا